مسألة الصوم فيها إشكالات الإشكال الأول هو ما أخذ به الشفعية والحنبلة في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم هذا الحديث أخذوه وهو حديث صحيح حقيقة يعني وإن كان ما أحمد قاله أنه منكر وعبد الرحمن المهدي قال منكر أيضا ضعفوه لكن الحنبلة والشفعية قالوا يكره الصيام بعد نسب شعبان السئلة بتكسر من ذلك يكره الصيام بعد نسب شعبان وهذا ليس بصحيح ولا يكره هم يقالوا يكره أن قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم وقالوا نهي هنا نهي للكره ليس المم أحمد قال المتن منكر لأن النبي قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين مفهوم خلافة يعني سوم كيفما شيء الجمع بينهما أنهم قالوا أن نهي في النصف على الكره وليس على التحريم لكن الأفضل ما يصومش الكلام هنا في إيش في من لم تكن له عادة يعني واحد يبدأ الشعبان عرف الطاعة وصوم للنصف خلاص ما يصومش وعادة نصف الثاني أما المعتاد اللي بيصوم اتنين وخميس عشر ربع عشر خمس عشر وقتات أيام أيضا هذا يصوم ليس عليه شام باتفاق لأئمة له أن يصوم وانا لدي أدين الله بيه له أن يصوم كل شعبان إلا اليوم الأخير بيوم أو بيومين كما قال لا تقدم عمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكونوا صوم يوم أحدكم فليصومهم فإذا في هذا الصوم ولأن الصوم هذا في طهار شوفها الأهمية انت داخل على شهر الشهر ده بتتعلم فيه الجود والإحسان والبر وعدم الغل وعدم الحقد وعدم الحسد لا يساعد العمان يقولون الأعمال قسمان أعمال ظاهرة وأعمال بطنة الأعمال الظاهرة نعم له حسنة فيها لكنها لا ترتقي المنازل أرقى المنازل لا تكون إلا بالأعمال البطنة امرأة كانت بغية تعرف بغية من بني إسرائيل طيب مرت بكلب شربت من البئر كانت عطشانة شربت من البئر مر بها كلب يطوف حول البئر يريد أن يشرب خلعت موقعه وملأته ماء وسقطه الحديث فيه عجب شكر الله الكلب هو اللي شكر شكر الله لها فغفر له هذه بغية سنين عمرها بغية تأكل من الحرام وتفع الحرام وده زنة ليس بالهين ما الذي يجعل قطرات الماء التي شربها الكلب تتقاطر على جبال الحسنات تجعلها كثباً مهينة هو في الداخل في الداخل في الداخل ولذلك الله يجعلها يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فأنه كانوا أعلم بنا غفور فإذن مادة العمل مادة القبول شوف أعلى من ذلك مادة النبوة القلب كما في المسند وفي غيري عبدالسعود قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فواجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد فاصطفاه لنبوة ورسالته يبقى مادة مادة النبوة مادة النبوة مادة القلب فكل كل كل يعني تقدم كل عبادة كل كل التضرع لا يكون مادته هو القلب فأعظم ما يعالج القلب الصوم الصوم لأن الصوم يهذب الخلق ويطهر القلب ترجمة نانسي قنقر